اشتركوا في القناة تبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة والشعب البحريني الكريم والأمة الإسلامية بهذه المناسبة سألن المولى عز وجل يعيدها بالخير والأمن والأمان على جلالته والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام طاعتهم ومناسكهم وأن يجعل حجهم مبرورا وذنبهم مخفورا وسعيهم مشكورا وأن تكون قيم الوحدة والتسامح والترابط التي تسود أجواء الحج حاضرة وباعثة لمزيد من التبريكات والتقارب والتآلف بين المسلمين كافة مشيدا سموه بما تقدمه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود من خدمات جليلة لخدمة ضيوف الرحمن وبما تهيئه من إمكانيات ضخمة ومشكورة للتيسر على ضيوف الرحمن لأداء شعائر الحج المباركة بكل سهولة ويسر إلى ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية إلى أبداء تعاون أكبر وتنسيقا أوثق مع المحافظين والمحافظات لتعزيز دورها في ترسيخ العلاقة التكاملية مع الجهات المختلفة وتفعيل الشراكة المجتمعية ومساندة الحكومة في مجال الخدمات المقدمة للمواطنين عبر رصد احتياجات الأهالي في المحافظات وتطوير الخدمات المقدمة لهم بعد ذلك كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الوزارات والجهزة الحكومية الخدمية بالإدارة المثلة للموارد وبخاصة تلك المرتبطة بشكل مباشر بالمواطنين لضمان حصولهم على خدماتهم المطلوبة في توقيت محدد دون أبطاء أو تأخير ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء ضمن هذا الصدد وزارة الصحة إلى التعجيل في المواعيد التي تعطى للمرضى سواء للعيادات أو الفحص أو غيرها وتوفير الأجهزة والمعدات والكوادر المتخصصة التي تكفل تقليص فترات انتظار مواعيد المراجعة والفحوصات الطبية من جهة أخرى فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن تكون البيئة التعليمية دائما محفزة ومساعدة على تهيئة كافة الأسباب التي تجعل من الطالب مميزا تنشئة وتعليما وسباقا في الانجاز الذي يخدم وطنه وتقوده نحو المزيد من الابداع والتميز الذي يعزز من جودة المسيرة التعليمية الوطنية والارتقاء بمخرجاتها وأن تكون هذه القيام بارزة في المناهج التعليمية وأن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة العام الدراسي الجديد 2017-2018 الطلبة والطالبات والهيئات الإدارية والتعليمية والأكاديمية في مختلف المراحل الدراسية متمنيا لهم عاما دراسيا موفقا مكللا بالنجاح والتوفيق وأشهد سموه بما تقدمه وزارة التربية والتعليم وزيرا ومنتسبين والقائمين على المؤسسات التعليمية والأكاديمية من جهود مثمرة لخدمة المسيرة التعليمية وفي هذا الصدد فقد وقف مجلس الوزراء على الاستعدادات الإدارية والأكاديمية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد وأطلع على المشاريع التطويرية التي سيتم تنفيذها خلال هذا العام الدراسي في المرحلة التعليمية المختلفة وذلك من خلال المذكرة المرفوعة من سعادة وزير التربية والتعليم في هذا الشأن بعدها أصدر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء توجهاته إلى وزراء الخدمات بزيارة منطقتين الحورة والإقضائبية وحصر احتياجاتها واستكمال النواقص في أي مجال خدمي فيها والتحقق من توفر الاشتراطات الصحية واشتراطات السلامة والأمن في العقارات المؤجرة في المنطقة المذكورة كسكن مشترك أو جماعي والحيلولة دون تأجير عشوائي الذي يضر بالأهالي في تلك المنطقة والممارسات التي تتنافى مع العادات والتقاليد والقيم موجها سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وكفة الجهات الأخرى ذات العلاقة والاختصاص بتكثيف حملات التفتيش في المنطقة المذكورة لضمان أن تكون العقارات المؤجرة فيها كسكن مشترك أو جماعي متوائمة مع اللائحة التنفيذية لقانون البلديات والقرارات ذات الصلة بخاصة مساحة وعدد شاغلها فيما كلف سموه هذه الجهات بمتابعة تنفيذ وتفعيل كافة القرارات الخاصة بالسكن المشترك والجماعي بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول عمالي واتخذ بشأنها القرارات الأتية أولا أشهد مجلس الوزراء بالمنجزات التي تحققت بفضل التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية خلال دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع ومن أبرز هذه المنجزات إقرار تعديل دستور مملكة البحرين لسنة 2017 مشان تنظيم الاختصاصات القضاء العسكري وانتهاء السلطة التشريعية من إقرار 33 مرسوما بقانون محال إليها منذ بدء اختصاصات القضاء العسكري وإقرار 34 قانون من القوانين ذات الأهمية من قبل السلطة التشريعية والتي كان بينها إقرار قانون الأسرة وقانون تعديل بعض أحكام القضاء العسكري وقانون العقوبات والتدابير البديلة وقانون اعتماد الميزانية العامة للدولة ووجه فيه 150 سؤالا أجيب على 133 منها في مؤشر واضح على التزام الحكومة بما هو مقرر في شأن الأسئلة كما رفع فيه 115 اقتراحا برغبة ليصل مجموع الرغبات المرفوعة إلى الحكومة 367 منذ بداية الفصل التشريعي الحالي ردت الحكومة على 89% منها حتى الآن وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشكر للسلطة التشريعية على تعاونها مع السلطة التنفيذية وإلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب وإلى الوزراء والمسؤولين لما أبدوه من تعاون مثمر مع السلطة التشريعية ثانيا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1985 بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله ثالثا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس نواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله رابعا أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بشأن الفوائد الربوية مشفوعا بمذكرة برأي الحكومة حوله خامسا بحث مجلس الوزراء اقتراحين برغبة الأول بشأن فحص الدواجن والبيض المستورد والثاني بشأن حظر صيد الروبيان ووفق على رد الحكومة الذي أعدته اللجنة الوزرية للشؤون القانونية بشأن الرغبتين أعلى